خلينا نتحدث عن صحة الطفل بالنهاية التحصين أو التطعيم هو لحماية الأطفال من أمراض قد يتعرض لإله في حياته كيف يؤثر ذلك إذا لم يأخذ هذا التحصين؟ كيف يؤثر على صحته بالنهاية على المجتمع بشكل عام؟ للأسف الشخص اللي ما بيأخذ التطعيم مش بس ممكن يدور نفسه أو يدور بقط عائلته بس الضرر هذا ممكن ينتقل إلى المجتمع وبعدين إلى الدولة بعدين إلى الدول المجاورة وهذا الإشي اللي شفناه في أوائل الألفين لما طلعت إشاعة أنه واحد من التطعيمات بسبب نوع من الأمراض واحد من الأمراض كانت منقرضة يعني بطلنا إحنا نشوفها أو بطلنا نعالجها لما صار فيه تخوف من التطعيم وهبطت نسبة أخذ التطعيمات هاي المرض رجع ورجع أكثر شدة لأنه الجسم بطل متعود أنه يقاومه ما حدا عنده مناعة ضده وحدثت وفيات فمن المؤسف جدا أنه يكون فيه مرض إلو وقاية مش علاج إحنا بنحكي وقاية اللي هي أفضل من العلاج والناس ما تاخدها وينتج عنها أمراض عواقب وخيمة يعني ممكن يكون موت دماغي ممكن يكون السحاية التهاب الدماغ فقدان السمع فقدان البصر عدم القدرة على المشي فإحنا ما بنحكي مثلا فلو أربع خمس ديام إحنا بنحكي أمراض ليس لها علاج حتى لو تم علاجها ممكن ينتج عنها أمراض وعواقب وخيمة أو حتى الوفا ترجمة نانسي قنقر